اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن الحكومة تعمل على تطويع كافة الموارد لدعم التنمية التي تسهدف في المقام الأول تحسين الوضع الخدمي للمواطن على الرغم من التحديات مؤكدا سموها للسمرارة في تبني المبادرات التي ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجعلها في المستوى الذي يحقق طموحاتهم مؤربا سموه عن الاعتزاز بإسهامات أبناء الوطن في المسيرة الوطنية بما يمتلكونه من حب للبذل والعطاء في سبيل خدمة بلادهم ونهضتها وتطورها جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الإقضيبي عددا من المسؤولين حيث تبدل سموه معهم الحادثة حول عدد من القضايا التي تهم الشأن الوطني والتطورات الإقليمية والدولية وخلال اللقاء أعرب سموه عن اعتزازه وفخره بما تحققه الكفاءة البحرينية في مختلف الميادين من إنجازات وسمعة طيبة تعكس مكانة البحرين وما تحظى به من تقدير على المستويين الإقليمي والعالمي ونوه سموه بالثقة المساندة الآسيوية العالية التي حظي بها الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الترشح مجددا لترأس الاتحاد في دورته الجديدة معربا سموه عن خالص تمنياته للشيخ سلمان بن إبراهيم بالتوفيق في خدمة كرة القدم الآسيوية وتحقيق المزيد من الإنجازات المشارفة التي شهدتها فترة ترأسه للاتحاد وشهد سموه بما يتسم به أبناء البحرين من سمات الولاء للوطن والأخلاص له واكد سموه أن كل إنجاز تحقيقه البحرين وكل مكانة متقدمة تتبوأها هو بفضل سواعد أبنائها واكد سموه أن الحكومة ستواصل العمل والإنجاز في كل القطاعات والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وأن هدفها الأسماع هو تحقيق تطلعات المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة في أجواء من الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر